خليني أعراركوا البيان اللي طلع من نادي الزمالك وده بيان مهم جدا تلاحظة في الآوينة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لعب الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى لي إدارة الزمالك والتي أخذت على عطقة هذه المسؤولية جهة الجمهور العشقة نادي الزمالك واستتعجب من أن هذه العروض ترد للاعب الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية يعني ولا واحد من أي نادي عنده عروض ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق واذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك لذلك أو لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسؤوليتها تجاه الجماهير هنا السؤال وده أنا بقوله بقالي فترة فرجالي ساسي يقول عقده خلص يعني يخلص آخر السنة من حقه في الشهر ده أنه يتفاوض هو حر يعني وهرجع أقول أنه الحب اللي شافه فرجاني والجماهيرية والشعبية في مصر من جماهير الزمالك عمرك ما هتشوفه في حت والدحيل كامل الأربعة اللي عيبة بتوع عشان البطولة البطولة العالم يعني كاس العالم للأندية لكنه الباقي بقى الونش بن شرقي زيزو محمود علاء روح على العمود الفقري بتاع الفريق رايحين عليه الونش ومحمود علاء بن شرقي زيزو مصطفى محمد يعني هو مليش علاقة بالبيان ده مصطفى محمد أعتقد أن الأمور المفاوضات ماشية والحقيقة أنا عجبني جدا الإدارة الفنية بقادة كابتن أيمن يونس وكابتن أشرف آسم وكابتن عبد الحليم علي كشكل فني إداري والإدارة داخل الملعب بقادة بتشيك والحقيقة وجهز المعاون قالوا خلاص رايحة مصطفى وإزاي مالك بيكسب لعيب هاي المحدش بيختلف على ده لكنه قصة العروض دلوقتي وبالشكل ده هو والبيراميت زي ما فوش لعيبة والأهل يفوش لعيبة والمعلم ما فوش لعيبة والمصر يفوش لعيبة والإسماعيل يفوش لعيبة والسيراميكا كل عندها دي كله فجأة كده راحوا فجأة على نادي الزمالك شافوا إن لعيبته عازها تحترف فيها لخفيها يعني حضرتك فيها لخفيها وفي النهاية شعارات وشعبويات وإحنا كلنا وراه بنشوف اللي بيحصل في أمريكا وأنا بكلمكم عطي حامل كونجرس واسلاح وشغلانة وحدوتة وناس اتنقلت المستشفى وفي حالة خطرة دي الشعبوية مش مؤسسية أبدا اللي بيحصل ده عيب إن حد يتلاعب بنادي الزمالك بالشكل ده حضرك عايز تهاجم هاجم تسلط لجانك ترونية تسلط تعمل فيديو وتتكلم فيه كلام مش عارف إيه بزي ما أنت عايز براحتك يعني لكنه لما بتتكلم على كيان وبتتكلم على استقرار والنهاردة حتشوفوا التاريخ الحقيقي بتاع نادي الزمالك فالجمائر لازم تكون وعيا وعقلة ما تمشيش كده حضرتك ورا واحدة ويطلع حد يجد بكتبتين ويقول كلمتين ويميس ويقول قصص خيالية وأوراق ما لهاش أساس من الصحة والحاجات دي كلها وحضرتك بتصدق وتجري وفي الآخر تعرف إن كل ده غلط سلسلة من الأكاذيب المستمرة واللعب على مشاعر الجماهير والجماهير بتجري ورا ده والإدارة يعني بتحاول بقدر إن كان ده وفرت فلوس والله يبرف عليهم فوقت دي جدا